تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفيسبورد في ظل التوقف الدولي ربما لازم نحكي شوي بموضوع عام واليوم بدي أختار شيء يعني قبل فترة رجعت انتشرت تصريحات لأنسر فينجر تتعلق برميات التماس وتغيير قوانين وفي الحقيقة لازم أوضح شغلة مهمة فيه ثلاث قوانين الفيفا عم بيدرس من عشر سنين يحاول يغير فيهم شيء ومش عارف لسه خايف ثلاث شغلات أساسية في كرة القديم واللي بيدفع الفيفا لهيك تفكير بالأساس انه في مطلع التسعينات من القرن الماضي فيفا عمل ثورة تغيير قوانين والنتيجة هاي الثورة كان ارتفاع عدد الأهداف بكرت القدم بنسبة ملموسة ارتفاع التزديدات في كرة القدم بنسبة ملموسة كل شيء يتغير في اللعبة بعد هذا التغيير وبعدها الكرة انتشرت عالميا وأصبحت أكثر إثار فالفيفا بيشعر انه ربما الآن بعد عشرين سنين أو تلاتين سنين حتى بالأحرى محتاج كمان تغيير يدفع كرة القدم مرة أخرى إلى الأمام وبسرعة تلات قوانين هم دائما في النقال أول واحد رمية التماس واعتقد الدفع الأساسي في الموضوع انها آخر ما تبقى من موروثات الرقبة لأنه زي ما نعرف كرة القدم تحولت بشكل أو بآخر عن الرقبة هي الشيء الوحيد اللي ضايل يعني الشيء الوحيد اللي هي الرقبة مسألة الإدخال بالإيد وكرة القدم مسألة الإدخال بالإيد الآن هذه من الأشياء الأساسية اللي باقية من هذه اللعبة فالتغيير مهم لكن لازم ننتبه أنه بعض الأحيان رميات التماس بتوصل لخمسين رمية التماس باللقاء والرغبة كلها الآن أنها تصير بالقدم بس كيف بالقدم هم اللي مش لقينها الحال هل بالقدم تثبت وتقلب كلها رميات ضربات حرة غير مباشرة معناها حيصير التوقف طويل جدا في اللعبة فهذا مستبعد يعني خمسين توقف زي هيك مشكلة فاللي متوقع أنه تصير مسألية تشبه كرة الخماسة تحط الكرة على الأرض وتمرر على طول بهذا النوع بس أنه تصير طريقتين الإدخال بالإيد وبالقدم نوع من أنواع خلينا نسميه التغيير والتبديل عن الناس هذا اللي متوقع لكن متى ما اعتقدش في الفترة القريبة أبدا هياخد وقت أكثر القانون الثاني اللي فيفا بيشعر أنه لازم يتعدل مرة تانية قانون التسلل في التسعينات كيف يتعدل؟ زمان كان لازم يكون بين المهاجم وخو الحارس لعبين عشان لا يعتبر تسلل الآن صار لعب واحد يعني لو مرر تمريره فيه مدافع بينك وبين الحارس والمهاجم رايح تعتبر مش تسلل هذه الآن التغيير اللي حصل ومسألة لحظة تمرير الكرة أصبحت تقاس فيها بشكل أوضح الآن اللي بده يصير أنه بده يغيره التسلل صعب تلغي التسلل كان بلتر بألفين وتسعة وألفين وعشرة خرجت عنه تصريحات بده يلغي التسلل وأنه ممكن لكن إلغاء التسلل في كرة القدم معناها تقريبا إلغاء طريقة الدفاع كاملة تغيير طريقة الدفاع كاملة للفرق في حيث يصير انهيار في منظومة كرة القدم لسنوات طويلة لعن ما ترجع تتوازن ما هذا مستبعد؟ الآن من النقاشات اللي صارت أنه طب تعالوا نخلي أنه التسلل موجود في أشياء ومش أشياء يعني تعالوا نلغي بالضربات الحرة المباشرة وغير المباشرة يعني نعمل في راميات الحرة المباشرة ضربات الحرة المباشرة وغير المباشرة بنعرف أنه فيه تسلل فقالوا تعالوا نلغي بالضربات الحرة المباشرة وغير المباشرة راح للأفكار فكرة ثانية أنه إذا اللاعب اللي مرر كان داخل منطقة الجزاء ما فيه تسلل ليش؟ لأنه والله بتكون أصلا هي دربك والتسللات هاي ما بتكون خطة ولا تكتيك يعني بالعادي واحد مرر داخل منطقة الجزاء لواحد ثاني هذا ما بيكون فيها تسلل مقصود يعني مش تسلل مقصود من الخصم ولا حتى من المهاجم ففيه ذكرتين كانوا يطلعوا التمرير داخل منطقة الجزاء إذا اللاعب اللي بيمرر لحظة تمرير الكرة كان داخل منطقة الجزاء خلص ما فيه تسلل وايضا الضربات الحرة المباشرة او غير المباشرة يبلط فيها تسلل يعني يخففوا شوية تسلل عشان يزيدوا الاهداف مرة ثانية ويزيدوا الاحتبال ايضا هذا القانون انا شاهد انه ممكن يصير بس بده بسنين ايضا خمس سنين ربما اما القانون الثالث فهو ركلات الجزاء او ركلات الترجيح من اكثر الاشياء اللي تزعج فيه فدائما ركلات الترجيح لانه ممكن لعب اسطورة يضيع ركلة يتذكروا الناس فيها وينسوا كل شي تان يعملوا وحكاها بلتر في الماضي وكمل انفنتينو ايضا عن الموضوع وقال انه يشعر ان ركلات ترجيح بهذا غير ركلات ترجيح مشكلتها انها تحسب دائما بمن يضيع وليس بمن يسجل فهناك نقاش طويل بفيفا الو عشر سنين ويوما ما فتحوا باب الافكار وقدموا الناس افكار وردوا عليهم يعني انا من الناس اللي قدمت افكار لاستبدال ركلات ترجيح اذكر وردوا وناقشوني بالفكرة وواحد اثنين ثلاثة اربعة كانوا ولسه بيدرسوا المونوع كيف ممكن نعذب الركلات ترجيح عشان تصير اقل مأساوية ايضا في ركلات جزاء في نقاش كبير قرأته بمجلات بصحف وباتفق مع مية في المية اللي هو مسألت انه في ركلات جزائية اخي حرام تنعطى ركلات جزاء ما بتكلم انها صح ولا غلط لا بتكلم لاعب مثلا ماعطي ظهره للمرمى وبديطلع من مرتقة جزاء هارب بديطلع بره خلص فيجي لعبيد فشو بس ياخد ركلات جزاء طب هذا لا موقف خطير ولا هم وبالعكس سلبي جدا عم بيبعد عن المرمى وتعطي بداله تمانية بالمية هدف اللي هي ركلة جزاء فهذا فيها نوع من عدم العدل في مطالبة انه صير فيه فكر اكبر بموضوع ركلة جزاء يشبه اكثر كرت السلة لازم تكون مسدد لازم تكون بطريقك للمرمى فعلا عشان تاخد ركلة جزاء يعني فيها نوع من تحويل كرة ميتي لهدف بشكل مبالغ فيه صراحة محتاج وقفه هن 3 قوانين لازم نتوقع واحد منهم حيبلشوا فيه فيفا ويصدمون يوما ما يطلعوا بإحدى المؤتمرات يقولوا من السنة الجاي حنجرب كذا على كأس العالم للناشئين وكذا على كأس العالم للسيدات مثلا وبعدين حنطبقوا على الرجال خلال سنتين أو ثلاث دائما أفكار فيفا تأخذ وقت تجارب ثم حقيقة بالنسبة لكم شوفي قانون في كورة القدم وحسينه لازم يتغير خبروني في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة